بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا إلى الدرس الثامن من الشابتر الرابع والذي سنتحدث فيه عن مفصل الستيرنوكلافيكولر جوينت في البداية سنتكلم عن ما هو مفصل الستيرنوكلافيكولر جوينت مفصل الستيرنوكلافيكولر جوينت هو المفصل الوحيد الذي يصل بين جزع المريض مع الطرف العلوي أبرلمب أي بين الترنك والأبرلمب وسمي باسم ستيرنوكلافيكولر جوينت لأنه يصل بين الستيرنوم مع عظم الكلافيكل فسمي ستيرنوكلافيكولر جوينت شكل هذا المفصل هو سادل وهو بهذا النمط كلمة سادل تعني سرج الحصان وهو يعطي هذا المفصل إمكانية الحركة بعدة جهات نحو الأعلى ونحو الأسفل وإلى الخلف أيضا هذا المفصل يتشكل مع الجزء العلوي من الستيرنوم في هذا المكان هذا العظم يسمى ستيرنوم والجزء العلوي منه يسمى منوبريوم شاهد مثلا في هذه الصورة هذا بأكمله يسمى عظم الستيرنوم والجزء العلوي فقط منه يسمى منوبريوم ما يهمنا الآن أن تعرف فقط أن مفصل الستيرنو كلافيكلر يرتبط مع الجزء العلوي من الستيرنوم في هذا المكان والذي يقولنا أنه يسمى منوبريوم وهو يتشكل من سلاسة ربطة الليجمنت الأول وهو الذي يربط بين الكلافيكل مع الستيرنوم والليجمنت الثاني وهو الذي يربط بين الكلافيكل اليمنى مع الكلافيكل اليسرى والليجمنت الثالث وهو الذي يربط الضلع الأول فيرستريب مع الستيرنوم سنعيد هذه الليجمنت ولكن على المجسم آخر لاحظ هنا الليجمنت الأول يربط بين الكلافيكل مع الستيرنوم والليجمنت الثاني يربط بين الكلافيكل اليمنى مع الكلافيكل اليسرى والليجمنت الثالث وهو الذي يربط الضلع الأول فيرستريب مع الستيرنوم والتوضيح أكثر دانا نراها كيفية تم ذكرها في بعض الكتب في هذه الصورة لاحظ أن الليجمنت الأول وهو الذي يربط بين الكلافكل مع الستيرنوم والليجمنت الثاني وهو الذي يربط الكلافكل اليمنى مع الكلافكل اليسرى والليجمنت الثالث وهو الذي يربط الضلع الأول فيرستريب مع الستيرنوم وهذه صورة من موقع سبرينر تبدو أوضح شاهد كيف أن عظم الكلافكل يعتمد على ثلاثة أربطة واحدة بشكل مباشر مع الستيرنوم وواحدة مع الضلع الأول وواحدة تربط بين الكلافكل المقابلة حول التكرار هذه المعلومة لأنها مهمة ولأن أغلب الكتب لا تشرحها بشكل جيد حسنا داخل هذا المفصل هو عبارة عن فيبرو كارتولج أي غضروف ليفي وهو ذو تركيب قوي ومتين وهو الذي يعطي المفصل القدرة على امتصاص الصدمات التي تقع على الكتف وما يزيد من قوتها أيضا هو الليجمنت المحيط به هذه الأربطة اتجاه تمفصل هذا المفصل نسميه سوبرولادرول ماذا تعني سوبرولادرول؟ شاهد معي الجهة نحو الأعلى نسميها سوبريرول وهذا الاتجاه نسميه لادرول فعظم الكلافيكل يتصم مع المانوبريوم بهذه الزاوية بين السوبريرول وبين اللادرول فنسمي هذا الاتجاه بسبيرولادرول الإصابات التي تحدث في هذا المفصل هي عبارة عن خلع جزئي في المفصل والتي تسمى سبليكزيشن وهي عبارة عن خلع بدرجة صغيرة وهناك نوعين خلع نحو الأمام ونسميه أنتيريور سبليكزيشن وخلع نحو الخلف ونسميه بوستيريور سبليكزيشن الخلع الأمامي يمكن تشخيصه في العيادات سريريا دون إجراء صورة والخلع الخلفي يتميز بأنه يعيق مجرى هو النفس هذه كانت لمحة عن مفصل السيرونوكلافيكولور جوينت والآن كيف نقوم بتصوير هذا المفصل؟ لنحاول تصويره بهذا الشكل ونرى كيف يظهر على الصورة المريض واقفا والأشعة تدخل من الجهة الأمامية مباشرة هنا نلاحظ أنه لم يظهر بشكل واضح وحدث التراكب بين فقرات الظهر مع السيرونوكلافيكولور حسنا لنجرب تمييل المريض قليلا لاحظ كيف أنها ظهرت بشكل أفضل من الصورة السابقة إذن لتصوير هذا المفصل فإن أفضل طريقة لتصويره وهي الوضعية المائلة أوبليك لذلك فهي وضعية أساسية بيزك حسنا وكما نعرف كلما قربنا العضو أكثر إلى الكاسيت كلما حصلنا على صورة أوضح وبما أن مفصل السيرونوكلافيكولور جوينت تتوضع في ناحية الأمامية فالوضعية البوستيريو أنتيريور الخلفية الأمامية ستجعلنا نحصل على صورة أفضل إذن أفضل وضعية وهي الوضعية المائلة أوبليك بوضعية البوستيريو أنتيريور الوضعية الأساسية بتصوير الستيرنوكلافيكولر جوينت هي البوستيريو أنتيريور أوبليك بيزيك وهناك سلاسة وضعيات أخرى وهي سماي برون ألترنيت وبوستيريو أنتيريور ولاديرال سنشرح كل واحدة بشكل مفصل نبدأ بالوضعية الأولى وهي الوضعية الأساسية بوستيريو أنتيريور أوبليك يقف المريض ووجهه نحو البوكي ونميّل المريض 45 درجة والطرف المراد تصويره يجب أن يكون أقرب إلى الكاسيت ونضبط وضعية المريض حيث يكون مفصل الستيريو كلافيكولر على سوية مركز الكاسيت ويفضل أن يمسك المريض الوريكال كاسيت هولدر حتى يساعده ذلك في السبات وعدم الحركة ونجعل المريض يستمر بالتنفس أثناء التصوير حتى يخفف ذلك من ظل الرئتين والأضلاع مما يزيد وضوح مفصل الستيريو كلافيكولر تركيز الأشعة بشكل أفقي هوريزونتل على مستوى الفقرة الظهرية الرابعة ويبعد 10 سنطي عن الخط المنصف للجسم نحو الجانب البعيد عن الكاسيت والصورة الناتجة يجب أن يظهر فيها مفصل الستيريو كلافيكولر بشكل منفصل عن الفقرة وتظهر بهذا الشكل لاحظ هنا الستيرنوم وهذه هي الكلافيكول وهنا مفصل الستيريو كلافيكولر ولكن في حال لم يستطيع المريض تطبيق هذه الوضعية هنا ننتقد إلى الوضعية الثانية وهي الوضعية البديلة الترنيت وهي سماي برون كلمة سماي تعني شبه وكلمة برون تعني أنه منبطح على بطنه بهذا الشكل فسماي برون تعني شبه منبطح ويكون المريض منبطح على بطنه والطرف الغير مصاب نقوم برفعه عن الطاولة ونحاول جعل المفصل المصاب على محازات منتصف الكاسيت وتركيز الأشعة على مستوى الفقرة الزهرية الرابعة بعيدا عن منتصف الجسم بعشرة سنطي نحو الطرف المرفوع عن الطاولة ويجب أن نطبق هذه الوضعية بدقة لأن أي خطأ سيؤدي إلى عدم ظهور المفصل بشكل واضح وأحيانا يطلب إجراء صورة ألترا ساوند أو سي تي أو أم آر آي إن لزم الأمر لإتمام دراسة المفصل الوضعية الثالثة وهي البوستيريو أنتيريور وهي تستخدم لإزهار المفصلين معا الأيمن والأيسر على نفس الصورة وهي تطلب للمقارنة بينهما وخاصة في حال اشتباه بحدوث شبه خلع في هذا المفصل ويتم تطبيقها بهذا الشكل المريض واقفا مقابل الكاسيت ويضع زقنه أعلى حامل الكاسيت ونضبط وضعية المريض بحيث يكون منتصف الجسم مطابق لمنتصف الكاسيت ويتم ضبط ارتفاع الكاسيت ليطابق منتصف المانوبريوم ونجعل المريض يمسك حامل الكاسيت مما يزيد سبات حركة المريض والأشعة تكون بشكل أفقي هيرزنتل على منتصف ظهر المريض على محازات الهيدو فيهيومرس الوضعية الرابعة والأخيرة وهي الوضعية الجانبية لا ديرل يقف المريض بشكل جانبي والجانب المصاب أقرب إلى الكاسيت والساجت البلين موازي للكاسيت ونقرب المريض بحيث تلامس الأرم الكاسيت ويضع المريض يديه مع بعضهما خلف ظهره ويشد كتفيه بقوة نحو الخلف لتجنب حدوث تراكب على الصورة ونضبط الكاسيت بحيث يقابل مركز الكاسيت مفصل والأشعة هنا تكون بشكل أفقي تمر من الستيرنو كلافيكلر جوينت أسفل الستيرنال نوتش قليلا حسنا هذه كانت وضعية تصوير مفصل الستيرنو كلافيكلر جوينت ولنرى كيف تم ذكر هذه المعلومات في الكتب حسنا هذا هو قسم الستيرنو كلافيكلر جوينت كما نرى الوضعية الأساسية وهي البوستيريو أنتيريور أوبليك الوضعية المائلة هنا يكون المريض بوضعية مائلة هذا مقطع أكسيال وكما نلاحظ المريض مائل والجانب المرى تصويره أقرب إلى الكاسيت هذه هي الوضعية الأساسية وفي حال لم يكن المريض قدر على الوقوف نأخذها بوضعية برون بوضعية سماي برون الوضعية البديلة ونحصل على الصورة بهذا الشكل اللحظ هنا هذا هو المفصل هذا الجانب الايمن وهذا الجانب الايسر الوضعية الثالثة وهي البوستيريو انتيريور وتأخذ المقارنة بين المفصلين الايمن والايسر وفي حال وجود شبه خلعة الوضعية الاخيرة وهي الوضعية المائلة تأخذ بهذا الشكل المريض بوضعية جانبية واليدين خلف الظهر ويتم شد الكتفين نحو الخلف لتجنب حدوث تراكب وتكون الصورة بهذا الشكل هذا هو درس وفي الدرس القادم سنلدأ بالحديث عن السكابيولة وشكرا للمشاهدة